المزيد ينضم إلينا رائد الخضر رئيس قسم الأبحاث في مجموعة إيكوتي نشاهد أهلا بك يا رائد نشاهد ارتفاع سعار الخامة برينت قربة مستوى 90 دولار البرميل برأيك هل سيدفع هذا المستوى أوبك وحلفائها إلى زيادة أكبر من المتوقع في الإنتاج؟ نحن نظر إلى أسعار النفط وهي تتفوق وترتفع بهذا الشكل ولكن في الوقت نفسه بنتيجة أنه أنا عندي طلب عنيف قوي جدا ومتجاهه الكامل لكوفيد 19 أو الكورونا ومتحوراتها الجديدة والطلب لا يزال مستمر في حين عندي المعروض لا يزال تجول نوعا ما أو أوبك بلس متمسكة بالزيادات الشهرية بـ 400 ألف برميل فقط هذه تعتبر ضعيفة بالتالي من المتوقع أن أوبك بلس ستتجه إلى زيادة بعض الشيء عن 400 ألف في الزيادة التي تقررها وأن تكون أكثر من 400 ألف حتى تواكب الطلب في الفترة القادمة وحتى لا يكون هناك مشكلة في عملية توافر الإمدادات المطلوبة للطلب لأن الطلب يعود سريعا إلى ما كان عليه قبل الجائحة وهذا يحتاج زيادات من أوبك بلس بأكثر من 800 ألف برميل إلى مليون برميل حقيقة حتى يكون هناك وصول لأن الطلب عندي تقريبا وصل إلى 100 مليون برميل يوميا ويجب أن يكون هناك مواكبة لأنه عدم التوجه إلى هذا الأمر سيخلق أزمة ولاحظنا كيف بعض التراجعات الطفيفة حدثت خلال تعاملات اليوم لم يتمكن من البقاء كثيرا فوق مستويات 90 دولار البرميل عادة للتراجع بعض الشيء نظرا لأنه نحن ننتظر مخزونات النفط التي قال بأنه سوف تكون نوعا ما أعلى من المتوقع وفي نفس الوقت انتظار وترقب لأوبك بلس من أنه يكون هناك قرار بالزيادة نعم رائد لنذهب قليلا أيضا إلى العملات الرقمية يعني البيتكوين عاد من جديد إلى مستوى 39 ألف دولار بعد الخسائر الحادة يعني هل الرابط في المخاطرة ونشر العدوى في هذه الأسواق الأسهم إلى العملات الرقمية هل يعني يوجد ترابط ما بين الأسواق الأسهم والعملات الرقمية؟ المخاطر شهية المخاطرة هو الرابط الحقيقي طالما نحن شهدنا شهية المخاطرة موجودة مجددا في أسواق الأسهم وأسواق الأصوذات العائد المرتفى شهدناها كذلك الأمر بالنسبة للكريبتو كرانسيز أو البيتكوين على وجه التحديد وارتداد من مستويات 32 ألف وصولة إلى مستويات 39 ألف هي دلالة ضمنية أولا على التضخم الموجود ثانيا على فائض السيولة التي وفرته سياسات التيسيرية النقدية الكبير جدا في الأسواق وتوجه العديد من المستثمرين إلى استغلال هذا الأمر أو هذا الفائض وبمزيد من الرغبة بالمخاطرة خصوصا بعد ملامس القاع الأخير أسواق الأسهم ارتدت وعادت الارتفاع مرة أخرى في نفس الوقت شهدنا الكريبتو كرانسيز تعود مرة أخرى للارتفاع التفسير الوحيد هو التضخم حقيقة وإضافة إلى ذلك هو وجود السيولة الرخيصة الموجودة في الأسواق واستمرارية وجودها ومعدلات الفائدة المنخفرة نعم رائد طيب في سؤال الأخير وحاول ما ذكرت أيضا عن التضخم يعني هناك الأنظار تتجه إلى البنك المركزي الأوروبي وبنك إنجلترا حول رفع الفائدة يعني مع صعود معدلات التضخم برأيك ما هو السيناريو المتوقع؟ بنك إنجلترا المركزي من المتوقع أن يكون هو الأول في عملية تشديد سياسة نقدية ورفع في أسعار الفائدة بواقع 25 نقطة أساس ووصولها إلى 0.5% واستمرار هذه الرفعات حتى شهر مايو ممكن يكون في عنا عودة إلى مستويات 1% بالنسبة لأسعار الفائدة في المملكة المتحدة وهو أمر إيجابي وهي عملية احتواء للتعافي الاقتصادي الذي تحقق من السياسات التحقيقية على عكس المركزي الأوروبي الذي لا تزال ستتضخم بعيدا نسبيا ولا يزال بحاجة إلى برامج التسير النقدية فبالتالي هذا يضع ضغط أكبر على المركز الأوروبي نعم رايد الصورة واضحة الصورة واضحة رايد الخضر رئيس قسم الأبحاث في مجموعة إكوتي شكرا جزيلا اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة